الشعب المسيحي في العالم يتأهب إلى عيد الميلاد واحتفالاته القريبة إنفولايف تيفي نزلت إلى شوارع القدس القديمة إلى كنيسة البشارة لتستطلع ما هو هذا العيد عيد الميلاد بقول أنه بـ 24-12 ولد سيدنا يسوع المسيح اللي هو بالنسبة للديانة المسيحية وهذا اليوم اللي فيه الولد المسيح يسوع المسيح ما يقلق الشعب المسيحي في كل عيد وفي كل سنة هو قبال الزوار والسواح إلى القدس وبيت لحم فعلى ما يبدو هناك علاقة مباشرة ما بين ما يحصل في لبنان وفلسطين وبين زوار العيد لهذه السنة خطرات بيكون فينا وجود أمن كويس فبتكون الناس كثير وإذا كان الناحية السياسية مش كويسة فتختفي وبتخاف الناس ما حدش بقدم إلى هذه البلاد والزيارة خلال اليوم هذا حتى الآن هي الساعة واحدة تقريبا ما دخلش عندنا بالكنيسة ما يقارب أكثر من 150 سائح وهذا يعني أنه فيش سياحة فيعني من قول ديد سيزن اليهودية والمسيحية هم الديانات الأولى على وجه البسيطة ومن ثم جاء الإسلام فمن الأكيد أن تكون هناك قرابة وتشامه ما بين اليهودية والمسيحية حيث يحدثت إلى موسيحة ناد سيني المسيح لم يولد هنا المسيح ولد في كنيسة المهد في بيت لحم والشعب المسيحي في هذه الأيام يمر ظروفا صعبة وقاسية منها في لبنان تسلط الشيعة هناك ومنها هنا في المناطق الفلسطينية احتدامات دامية وعنيفة لكن الشعب المسيحي يتمنى أن يقدم الزوار بسبب هذا العيد الآن هنا في القدس وفي بيت لحم فراس حامد كنيسة لبشارة من القدس القديمة إنفولايف تيفي